عزيز المشاهد حلقتنا لهذا السبوع تربوية بحدة ولكن حلقتنا تتخلى لها العديد من النقاط التي لها علاقة من قريب أو من بعيد بك عزيز المشاهد أو بأفراد أسرتك أو بكل من يتعامل بوزارة التربية حلقتنا فيها من النقاط ممكن نتطرق إلى بعضها في بداية الحلقة فيها قضايا الترقيات ناس تترقى وناس ما تترقى وليش تترقى وليش ما تترقى و الواسطة و المحسوبية فيها أيضا الدروس الخصوصية و تم مؤخرا تبنيش بعض المدرسين لتعاملهم بدروس الخصوصية عندنا عملية التدريس جاذبة أم طاردة وليش يقال أن بعض المدرسين قدموا استقالاتهم ليش والأسباب عندنا الامتحانات امتحانات الثانوية العامة على الأبواب بعد كم يوم الآن أبنائنا الطالب وطالبات يعيشون امتحانات النقل في المرحلة الثانوية عندنا قضايا التعيين بعض المدرسات الكويتة يقولون احنا انتخرد من الجامعة ما تعينونا التربية تروحوا انتبون المدرسات من بعض البلاد العربية عندنا وعندنا وعندنا عدة نقاط كثيرة نأمل ونتمنى إن شاء الله أنه في فترة الساعة نقدر نغطي بعض هذه الجوانب إن شاء الله باسمك عزيز المشاهد أرحب بضيفي البرنامج بداية نرحب بالأستاذ خالد ناصر لسليهم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية نساك الله أبو الخير وسعداء بوجودك معنا أستاذ نحن كذلك سعداء بوجودنا معكم حياك الله أبو خالد وأيضا نرحب بالأستاذ الفاضل جاسم محمد العمر مدير عام منطقة العاصمة التعليمية أبو محمد حياك الله حياك الله وأنا أتمنى إن شاء الله أنه الساعة المقبلة تكون خفيفة عليكم وعلينا وعلى المشاهد الكريم بداية نبدأ بالأستاذ أبو ناصر كثر الحديث عن موضوع الترقيات ناصر تقول صار لنا بالوزارة بالتدريس أو غير التدريس 20 سنة وأكثر أو 15 سنة أو 18 سنة والزملائنا لهم 5 سنوات و 6 سنوات وترقوا والذي صار مشرف ومشرف فني ومدرس أول ووكيل وناظر وإحنا على ما قال على أطمام المرحوم فردك على هذا الاستبسار وهذا الاتهام من ذلك كان اتهم إن شاء الله ما يكون اتهم إن شاء الله إن شاء الله طبعا هنا مقصول بالترقيات مثل ما تفضلت الوضعاء بالإشرافية إلى مشرف فني إلى وكيل مدرسة إلى ناظر مدرسة طبعا هذه الترقيات تحكمها ضوابط يعني ليست بقرار مسؤول أو قرار بدير لها ضوابط تحكمها وتشكلها لجان وعادة اللجان تشكيل لجان من أشخاص عاملين في الميدان تشكيل لجان يعني مثلا ترقيات الوكال مدارس يرأسها مدير عام منطقة تعليمية ممثلة فيها ناظر مدرسة فيها مدرشيون تعليمية فيها رئيس قسم فيها أحيان بعض الموجهين بمعنى أن هذا اللجنة منوعة من عدة أطراف وعادة لجنة تشكل من قبل خمس أشخاص وخمس أشخاص يقابلون هذا المرشح وإذا اتفقت آراءهم على اجتياز المقابلة يرقل الحقيقة هم كثير من الإخوان يعني يرون بأن الأخدمية هي المعيار يقول بأن أنا صار لي 18 سنة وصار لي 16 سنة ما تم ترقيتي بينما أرى زميلي صار لخمس سنين وصار لأربع سنين وهذا كلام صحيح وسبقني وسبقني هذا كلام صحيح قد يكون يترقى بعض المدرسين أو بعض المرشحين اللي مضى عليهم ثلاث سنوات أربع سنوات أو خمس سنوات ويتخلى أو لا يرتاز المقابلة من مضى عليه 18 سنة أو 20 سنة لأن المعيار الأساسي في هذه المقابلات هو الكفاءة والقدرة القيادية بلا شك حنضع سنوات الخبر على هدور وهي معيار من ضمن المعايير ولكن نعتمد بالدرجة الأولى على قدرة هذا المنرشح بالمواصفات القيادية أنت بتضع ناظر مدرسة أنت بنرشح هذا الشخص لوكالة مدرسة أو ناظر مدرسة ينبغي أن يكون هذا الناظر في مواصفات القائد عند الشخصية القادرة على معالجة القضايا التي تطرح له بأيسر السبل وبأوسط الأمور وبمعالجة أربوية عند قدرة على مقابلة أولياء الأمور عند قدرة على مقابلة الطلاب عند قدرة على قيادة هذه المؤسسة التعليمية إنما لو فرضاً يعني شخص صار له 18 أو صار له عن 20 سنة لكن هذه الصفة المطلوبة أساساً في ناظر المدرسة الصفة القيادية غير متوفرة فيه الأرقي أنا أفهم من العشرين سنة بأن هذه سنة واحدة أو سنتين تكررت عشرين مرة بالفشل ما راح أقول عنه بالفشل ربما هو كل إنسان ميسر لما أخلق إليه قد يكون مدرس ناجح قد يكون مدرس ناجح ويؤدي درسه ويرتاحه من الطلاب لكن إذا أعطيته منصب قيادي ما ينجح فيه وقد يكون قيادي ولكن مدرس ناجح ولكن المدرس فاشل ما يستطيع أن يعطي الدرس حقه فهذه مواصفات يعني قد تتوفر في الشخص وقد لا تتوفر في الشخص فأنا اللي أقدر أقوله باختصار هو الترقيات تعتمد بالدرجة الأولى على شخصية هذا المرشح لهذا المقابلة وقدرته القيادية بالدرجة الأولى إذا توفرت في هذه الصفة ننظر الاعتبارات الأخرى اللي هي قضية الخبرة وقضية الأقدمية وقضية القضايا التربوية أخرى وأيضا حتى إذا عنده يتميز هذا عنده دبلوم تربوي هذا ما عنده دبلوم تربوي هذه كلها غضا ينظر فيها لكن بالدرجة الأولى ولذلك ليش نقلنا مقابلة لو لأن هذا هي الأساس المعيار لا قلنا لا في داعي أصل للمقابلة نمكن أن نختار حسب الأقدمية ومكتوبة عندنا أنه فلان سيب من الناس هذا الـ 16 وهذا الـ 14 وهذا الـ 13 ولا يحتاج مقابلة وممكن نستدعيهم ومتلك الـ 16 سنة خلاص سير ناظر مدرسة أو سير تخاف الواسطة ما تدخل في العمل؟ والله ما أتصور أنا للواسطة لا هدور في غضايا الوضاعات الإسرابية يعني أنا أحيانا لما أقابل بعض الأخوة اللي صار لهم فترة أقول له وينك لاحي مدرس يقول يا حمي ما عندي واسطة النظارة والوكالة حق ناس وناس المدعومين والذي يبصون عليهم من فوق ومشان الكلام هذا كله أبداً والله أنا أقدر أقول لكم من هذا الوكان خاصة يمكن أيضاً المسؤولين وزارة التربية سواء الوزير أو وكيل وزارة يمكن ما يتدخلون في قضايا الترقيات للوضاعف الإشرافية نهائياً وعي الأطلاق ويمكن أنا أرأس لجنة لجنة النظار بعضوية مدر المناطق التعليمية وممكن أبو محمد أيضاً عوضوا معنا أبو محمد أيضاً يرأس لجنة وكل المدارس وفيها أعضاء مثل ما قلنا في بداية الحديث من مدير الشؤون التعليمية من رئيس قسم من المراقب وما يتدخلون ما في حد يتدخل إنما طبعاً لما يترقى قد يتبادل ذهن حفظة نقدر نقول حفظة قد يتبادل ذهن أنا ما ترقيت لأنه ما عندي ما عندي واسطة لا بد أن أشوف العذر في النهاية لكنه لا ترقى لأنه ما توفرت فيه المواصفات ولم يكن بالقيادي الناجح بالفرح طيب أنت والآلة ما تريدون سين من الناس ترون ما هو قيادي ناجح ولا تنطبق عليه شروط القيادة الناجحة كي يتبوأ منصب النظارة لماذا تريدون السنة لأنه ليس ناجح العام الماضي كيف يبتل السنة التي تليها عساس تقابلونها ممكن أن يكون قيادي خلال سنة يبون الله يغيب عن بالك أن هذه خبرات تراكمية يعني قد أنا ما أوفق في هذا العام يمكن ما يعني ما اكتسب الخبر القيادية ما جرب المقابلة ما عارشين التساؤلات التي أحيانا تطرح في المقابلة أيضا ما استفاجي من خبرة السنوات التي غضاها في التدريس ما دخلونهم دورات دورات أخابر قبل عندكم دورات للقيادين نحن كان لدينا النظام هذا أنه يدخل دورة وبعد اجتاز الدورة يدخل المقابلة طبعا صار فيه أيضا حديث حول هذه القضية ليش أن تدخلون دورة وبعدين يقابل ولا ينجح طيب شي استفادة من الدورة بس بلئنا في العوام القليلة الماضية نحن ننقابل وإذا اجتاز المقابلة يدخل دورة جيد فبمعنى هذا أنه رح يدخل الدورات هما عدد قليل اللي هما اجتازوا المقابلة نعم ننتقل أضيف على ما تفضل فيه أستاذ خالد في موضوع الواسطة في الترقية للوظائف الشرافية هي الحقيقة قاعدة تتم المقابلات على مرحلتين يعني هناك لجان مخصصة لمقابلة المدرسين المطلوب ترقيتهم أو المرشحين للترقية على مستوى المنطقة التعليمية من قبل لجان خاصة داخل المنطقة اللي اجتاز منهم هذه المقابلات يقابل بلجان أخرى تشكل داخل الوزارة فأعتقد وضوع الواسطة في مثل هذه ما أعتقد يعني مثل ما تفضل بناصر الترشيح حسب أسس معينة ومعايير المرض المرشح للترقية بلجنتين ومختلفتين تماما فما أعتقد فيها فرصة إنما يُعطى فرصة ما يجتاز المقابلة الأولى يُعطى فرصة ثانية لعله يمكن ما توفق في هذه المقابلة بسبب ارتباكها أو غيرها ننتقل إلى جانب آخر أستاذ جاسم وهو موضوع الامتحانات أبنائنا طبعا طلب الآن يعيشون امتحانات النقل وإحنا مقبلين على امتحانات التنوي العامة شو عندك في هذا الموضوع محمد في العقيقة إذا بنتكلم عن الامتحانات بدنا نبدأ بتهنئة الأسرة التعليمية وأولياء الأمور وأبنائنا الطلبة بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي ونسأل المولى عز وجل أن يوفق الجميع في هذا الموضوع إن شاء إذا بنتكلم عن الامتحانات فنحن بصدد ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة بدأوا امتحاناتهم من يوم السبت الماضي لجميع الأنظمة سواء المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية نقل أو المرحلة الثانوية العامة إضافة إلى نظام المقرارات امتحانات النقل بدأت يوم 25.5 سبت الماضي وبإذن الله رح تنتهي يوم 4.6 هذا فيما يتعلق بصوف النقل المتوسط والثانوي رح يتبعها إن شاء الله مدارس نظام المقرارات رح تبدأ انتحاناتها يوم 8.6 ورح تنتهي في 9.6 والأبناء حاليا يكملون دوامهم في نهاية هذا الأسبوع ربما الأسبوع القادم أما الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني ستبدأ بإذن الله تعالى يوم 10.6 ورح تنتهي الامتحانات يوم 23.6 للأدبي والمعهد الديني و24.6 بالنسبة للقسم العلمي يمكن جدول الثانوية العامة موجود ويانا نعم يا ريت الأخي نخرج لما نشوف الجدول الجدول نشوف الجدول بس على الشاشة هذا الجدول تفضل طبعا أنا ودي أتكلم عن هذا الجدول أولا الجدول يمكن راح يتم توزيعه على الطلبة خلال الأسبوع القادم مع اختارات الطالب اللي تضمن رقم جلوس الطالب ومقر لجنته وموعد طبعا الامتحانات الامتحانات راح تبدأ في 10.6 10 يونيو القادم 10.6 هذا أصغر الجدول موجود هذا طبعا بالنسبة للقسم العلمي هذا نعم هي طبعا للأقسام الثلاثة كل جدول يختلف عن الثاني من النمى البداية واحدة النهاية قد يختلف عنهم القسم العلمي الجدول هذا حقيقة تم اختياره بعد ما قامت الوزارة بعمل استبانه تم عرض نماذج مختلفة من الجدول على كل ما له علاقة بهذه الامتحانات منها أبناء الطلبة منها مدرسين منها التوجيه الفني وأخذ رأيهم في أفضل نموذج لهذه الجدول وتم حقيقة اختيار النماذج اللي شفناها نعم رعية فيها أولا أن في اليوم الواحد ورقة واحدة لا يمتحن الطالب إلا في ورقة واحدة إضافة إلى زيادة مدة الامتحان نص ساعة لكل امتحان هذا حقيقة تم تطبيقه منذ ثلاث سنوات وبتوصية ممكن من معالي وزر التربية أساس نعطي فرصة للأبناء أنهم يتمكنون حقيقة من أداء الامتحان بشكل أفضل نعم إحنا حقيقة يمكن بعد الامتحانات نترقب إن شاء الله النجاح للأبناء والتوفيق راح تعلن النتائج لو بدأناها في المرحلة الابتدائية اللي ما فيها امتحان حقيقة نهاية عام أو نهاية فصل راح تعلن إن شاء الله نتائج امتحاناتهم أو توزيع البطاقات عليهم في ثمانية ستة الشهر القادم عن طريق المدارس بالنسبة للمرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة والثانوية صفوف النقل راح يتم إعلان نتائجهم في خمسة ستة يفترض إنها بعد يوم أو يومين من الكثير من نهاية الامتحانات إما طبعا تسليم بطاقاتهم اللي الشهادات راح يتم في اثنائي ستة بالنسبة للمقررات راح تعلن نتائجهم إن شاء الله في اثنين وعشرين ستة والثانوية العامة العادة حقيقة النتيجة تأخذ ثلاث إلى أربع تيام بعد آخر يوم نعم فانتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع بها إن شاء الله ننتقل إلى جانب آخر موضوع الغش في الامتحانات صار هل أصبح الغش سمة أو صفة ملازمة لكل الامتحانات والله بخالد الغش ما نستطيع أن نحن ننكر عدم وجوده الغش موجود وما نظر فيه امتحان إذن يغش وسنويا في سوالة في الامتحانات بالذات في الامتحانات العامة يعني يتم فصل عدد من الطلاب بس خينا على أقل نقول من هم الطلاب اللي يتم فصلهم بالدرجة الأولى يتم فصل طلاب لظاهرة الغش في اللي هم المراكز تعليم المسائي أو دارسي المنازل وهذه هي العدد الأكبر نعم طبعا حتى طلابنا بالتعليم النهاري اللي هم التعليم العام سواء بالقسم الألم أو بالقسم الأدبي يعني فيه طلاب يحاولون يعني أثناء الامتحان ما دارس ما استعد يشوف أن الفرصة خلاص راح يضع عليه فيحاول يعني يغش بس فيه الحقيقة فيه تشديد وفيه مراقبة شديدة وفيه يعني أيضا قوانين صارمة حول الغش يعني أي طالب يحاول أن يغش أو يعتدي على العام نحن ما نتردد في فصل من الانتحان من الانتحان الثاني العام والعام الماضي تم فصل على المطلاب بس للأمانة ظاهرة الغش العام الماضي أقل من ظاهرة الغش بالعوام اللي يفصل في الفصل الأول أو يقدم الدور الثاني ولا يحرم حرمان نباتا ولا يعتمد على طبيعة الغش ولا يعتمد على طبيعة الغش وقرار الغش يمكن واضح إذا حاول الغش يحرم من الدور الأول إذا اعتدى على أي من العاملين اعتدى يعني سواء بالسباب أو باليد أو ثبث غشا أو لا يدخل لكتاب وقعد ينقل منه هذا يحرم من الدور الأول والثاني فيه طبعا رح ناخد تلفون سيد خالد وبعدين نشوف أحدث وسائل الغش اللي طحتوا عليها في السنوات الماضية ألو السلام عليكم عليكم السلام ممكن أشارك إيه تفضل أخوي لو سمعتك بسأل السيد خالد تفضل يقولون في يقال إن امتحانات سنوية عامة القسم الأدبي أصعب بالامتحانات سنوية عامة القسم العلمي هل هذا صحيح؟ أنت أي مرحلة؟ سنوية عامة رابعة أدبي عشان شدي خايف شاسمك أحمد علي ماشي أحمد إن شاء الله الآن رح تسمع الإجابة من أستاذ خالد وإن شاء الله ما تكون صعبة إذا أنت إذا أنت مستعد وإذا ما تستعد تكد تكون عليك صعبة أحمد لا إن شاء الله مستعدين شكرا أول إن شاء الله مستعد وإن شاء الله الحقيقي أحنا تمنى أننا ما نصل إلى يعني عملية الفصل والأمانة ترى قرار الحرمان مو بالسؤال إنسان يتخذ ترى من الصعوبة أن يتخذ أحيانا الإنسان يكون تحت الأمر الواقع طيب سؤال أخ أحمد يقول الأدبي أصعب من العلمي أصعب من من أي ناحية صعوبة وربما يقصد أن الذي يتم حرمانه في القسم الأدبي أكثر من العلمي وهذا صحيح هذا كلام صحيح يغشون أكثر الذي تم حرمانهم نتيجة من خلال الأحصائيات اللي عندنا يعني كيف أحدث أساليب الغش أبو محمد بناصر يعني هو تعقيبي حقيقة على القش قبل ما ندخل في موضوع أحدث الغش اللي بأكد حقيقة إن عدم للسعداد للامتحان أصلا هو اللي رح يدفع بالطالب إلى أي وسيلة إنه يحاول يغش يلتغط كلمة كلمتين من زميلة يدخل معه قصاصة ورق ينقل منها يدخل معه مذكرة إن استطاع أن ينفذها فهو عدم للسعداد الامتحان أساسا هو السبب في هذه الظاهرة الظاهرة موجودة في القسمين العلمي والأدبي يمكن رصدنا حالات أكثر في القسم الأدبي لسبب أنا أعتقد حقيقة أن يمكن الأخوة والأخوات في المراكز مراكز تليم الكبار أو نظام المنازل تسجيلهم أكثر في القسم الأدبي وهما حقيقة دائما يكون استعدادهم أقل من الطلبة النظاميين الطلبة الصباحيين فهذا حقيقة رفع من أعداد حالات الحرمان يقولك المسايا وهذا دخل مع الكتاب كل الكتاب هو حقيقة يريتنا نفصل ما بين الحرمان بالثنوية العامة واللي تطلق لأبو ناصر والحرمان في امتحانات النقل امتحانات النقل نفس العملية يطبق عليها قرار الحرمان حسب ما ورد بلائحة الامتحانات شون الطالب لكن طبعا محاولة القش يحرم الطالب من مادة القش ويأخذ فيها صفر ويكمل امتحانه إذا غش فعلا لا يحرم من مادة القش وما يتبعها من مواد أما اللي فاتت محسوبة له ويأخذ فيها صفر وطبعا تتاح لها فرصة الدخول للدور الثاني فيها ثانوية العامة يختلف تماما طبعا من ضمنها حقيقة هو يستخدمونه عادة هو الورق يعني هذا اللي شائع لكن بعض الطلاب يلجأ أنه يكتب على دشداشته تشمد دشداشته يعني ممكن بأي وسيلة على جسم يرفع إنما من الوسائل اللي ضبطناها حقيقة وغريبة جدا وأعتقد أن الطالب ضيع وقته فيها يعني لو إنم ذا كلها كلمتين بدلا ما يعد هذه الوسيلة وسيلة الغش اللي هي الكتابة على أغلام الجافة البلاستيك برأس دبوس برأس دبوس يكتب مقالة كاملة على القلم الجاف البلاستيك طبعا غريبة يعني وما يعرف كيف يلقط الكلام منها فأخذ أنا أعتقد أعداد مثل هذه الوسيلة يأخذ وقت طويل منه دراسة هذه غريبة حقيقة من ضمن وسائل التي تفضل فيها محمد يعني أنا سمعت أو أن الحقيقة لا أعتقد أنه أحيانا في بعض الطلاب عن طريق التلفون يعني يدقل بالتلفون أو بالبيجر يحاول يعني يعطيه رموز إذا حطيت لك الرمز مثلا واحد ترى الإجابة رغم ما حريصا إذا كان بعض الأسئلة بعض الأسئلة الموضوعية يعني أفهم كلامكم راح تمنعون إدخال الهواتف النقالة يعني أحنا طبعا أحنا ما نفتش من المناسب يعني ما نفتش الطلاب بدخولهم الثقة واردة الثقة واردة بس إذا طالب أنت رأيت أنه والله مستعمل التلفون هذا أكيد يمنع بس في وسائل عديدة يعني اللي يستخدمون هالطلاب في ظاهرة الغشو وخاصة منذ ما قال يعني رب محمد اللي قضى يمكن ليلة أو أكثر من ليلة يعني لقاشة يحفر بدبوس وبعدين ما استفاد يعني وبالمناسب أترى نادر أنهم يستفيدون من هذه الوسائل اللي يعني بس والأكثر انتشارا شيوعا وقصاصات الوراق بالأشان ننتقل إلى جانب آخر وهو جانب المدرس الخصوصي ووزارة التربية قامت مؤخرا بالإعلان حسن ما قارنا بالصحب عن فصل بعض المدرسين الذين قاموا بتدريس المواد بالطريقة الخاصة قبل أن ننتقل إلى الجانب هذا أكيد مهم شريحة كبيرة من الأخوان والخوات نبي نسأل عن قضايا التعيين بناصر تعيين الآن بعض الخوات يقولون نحن يكتبون للصحف وراجعون للصحف والشكاوية تزيد أنه نتخرج من جامعة الكويت أو من الجهة الفلانية ونتقدم بأوراقنا العمل بوزارة التربية كمدرسات ما يقبلون في الوقت اللي تقوم في الوزارة بإفاد بعثات إلى بعض الدول العربية وقبول بعض المدرسات غير الكويتيات من الخارج أشوفك مبتشم الأول نحن بالنسبة للتعيين طبعا البنين ما عليهم حظر نهائيا الرجال أنا وزارة التربية تعيين على طول بأي تخصص وكذلك بالنسبة للأخوات يمكن ما في حظر على التعيين النهائيا باستثناء تخصص الاجتماعيات مادة الاجتماعيات وأيضا ليس كل فروع مادة الاجتماعيات يعني بمثال الفلسفة فلسفة هذه فرع من فروع مادة الاجتماعيات وما عليها حظر وأي مدرس أي زمين التقدم لوزارة التربية بالفلسفة تأخذ احنا فقط على مادة الاجتماعيات اللي هم التاريخ أن عندنا وفرة عديدة من مدرسات الاجتماعيات في مدارسنا وأحيانا نزلت أنصبتهم بالجداول إلى أربع حصص وست حصص بينما زميلاتهم في المجالات الأخرى المجالات الدراسية درس 18 حصة وستة عشر حصة وعشرين حصة فأنت لما يكون عندك هذا العدد الوفرة من هذا العدد هل من المناسب أنك تزيد هذه الوفرة أو تزيد هذا العدد زيادة على ما هو موجود عندك فهذا هو الحقيقة يعني إنما حضر على التعيم ما في حضر معظم التخصصات إحنا خلقين لغة عربية لغة إنجليزية كيميا فيزييا رياضي كل التخصصات لغة تربية إسلامية كل التخصصات الحقيقة وزارة التربية فهذا حال من مجال التعيم بلUCK أحيانا حroit لدينا في تساولات وفولا أنت أبقى عينali من مصر ومن سوريا صحيح أن نعيي من مصر وفي بعثات تروح مصر وفي بعثات وفي إلجانة تعاقد تروح مصر أو إلجانة تعاقد تروح سوريا بل tribute رح سوريا و にروح مصر إلا تخصومات اللي محتاجينها هل أحد سمت أنّة اللجنة التعاقد تعاقلة مع مدرسات الشجمعيات من مصر والإنسورية متى ستتصلع لجنة التعاقد ستتصلع لجنة التعاقد من شهر التامل نعم في سؤال في تلفون طيب نرجع لموضوع المدرس الخصوصي أنت قمت حسب ما قرأنا طبعا والخبر اليقين عن جهينة والجهينة الأستاذ بناصر بتفنيش عدد من المدرسين اللي تعاملوا بالدروس الخصوصية هل هذا صحيح طبعا صحيح نحن يعني وليست أول مرة نحن نفنش مدرسين قاموا بالدروس الخصوصية هو ظاهر الدروس الخصوصية موجودة نحن كوزارة التربية مانعينها في حضر عليها وإذا ثبت بالدليل القاطع أن هؤلاء المدرسين قاموا بإعطاء دروس خصوصية وزارة التربية ما الدليل القاطع؟ أحيانا يكون الخط ليد كتابه يعني مدرس راح لتلميذ وملأ مذكرات عليه وكتابه بخط الإيد وهذا اللي حصلت يمكن أنا قبل حوالي شهرين يعني يتنح حالات من أحدى المناطق التعليمية بهذا الشكل واضح من خط المدرس ومن كلام المدرس خط المدرس اعتراف تلميذ نحسه إنه مرافولان من المدرسين هو اللي قام بإعطاء دروس خصوصية من أجل أن ينجح؟ من أجل أن ينجح؟ يعني هو لماذا كتاب له بخطي ده مثلا؟ لا يدرسه يدرسه داخل البيت يدرسه داخل البيت يعلمه إذا مساء رياضية مساء إيزيائية مساء كيميائية فيشرح له طبيعة الشرح تحتاج له فيكون فيها نوع من الدين القراطة فإذا ثبت وإيضا باعتراف التلميذ وبالمناسبة نحن لا نفنش إلا بعد التحقيق يعني يستلعى هذا المدرس ويستلعى الطلاب ويجرى التحقيق وتحقيق رسمي وإذا ثبتت العملية يتم التفنية نحن لا نتردد في عملية البصل المدرسي يعني أنا نتصور وهذه الحلقة تدع أنه فيه تقريبا أعداد كبيرة من المدرسين يقومون في تدريش بالدروس الخصص يبقوا لعين يشوفونا بعد من خلال هذه الحلقة يعني إذا بتفنشون فنشون ثلاثة أربعة المدرسين مناصر أحسن ما أحطانا من الموقت لك يعني هذه بعدين تعتمد بالمناسبة على الضمير الإسان يعني هذه ما نريد أن نتتبع المدرسين في كل خطواتهم نعم ونتتبعه أيضا مو من وسائلنا أيضا في وزارة التربية أننا نتتبع المدرس ونضع حوله يعني من يراقب ومن يراقب ويرسط حركاته وتصرفاته أحنا إذا وصلت من الحالة وصلت للمسؤول الحالة ما يتردد في التحقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بس بلا شيء أكو حالات وأكو مدرسيين درسون درس خصوصية وفي حالة الحقيقة احنا ما ننكرر هذا الشيء يعني إذا أنتم تطلعون إعلانات الجرائد خلن ناخذ التلفون أستاذ ونشوف أهلا مساء الخير عليكم السلام أهلا نختي أستاذ الفاضل أتمنى أن يعرض عليكم مشكلة وأبيكم تأخذونها بأي الاعتبار من السؤال من موجه للأستاذ خالد صليهم أو للأخ جاسم لعمر أي واحد فيهم مو مشكلة المهم أنها تأخذ بأي الاعتبار كلهما يسمعان كلهما بقينا أكو يلا يخليك نعرض مشكلة درس خصوصية نعم الآن إحنا باع نشوف أننا مدرسين وخاصة ديكاترا إيه محمد أنا ما نشق المدرسين دكتور بالجامعة نعم تتصور أنه يروح ويدرس في البيت درس خصوصية نعم زائد سكن المدرسات أنه ولية أمر تدش السكن وتأخذ من عندهم مدرسة والمشرفة موجودة نعم والمشرفة تساعدهم على الشكلة هذه فما أدري وين وزارة التربية نعم عن الشكلة هذه هل محمد تفضل أنت قبل الله تبلغين برنامج ضيف الأسبوع هل بلغت المسؤولين في التربية عن هذه الواقعة أخوي أنا اتصلت على برنامج عندكم وقلت لهم أنا عندي شريط كامل شريط فيديو زائد كاسيت طيب رحت أنت تشتغلين أنا ما أتصل موجودين رحت التربية أختي لا أنا ما رحت التربية ما رحت التربية أيونك البيت يدرسون عيالك لا 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 يدرسون عيالي نعم حق بيت أمتي أيونهم دكتور بالجامعة خير كان يدرسني أنا 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 مدرسة يا الأمتي تشابون شذي خلنشوف رأيي العموما أختي محمد نشوف رأيي الأستاذ خالد لصليهم لا يشوفوا رأيهم أبيهم يأخذون بأين الاعتبار ماشي أختي شكرا شكرا أم محمد شكرا على أمتها يروحوا لها البيت تقول والله أفدنا يا الأخت هذه تقول أنا عندي شرط كسف وعندي شرط فيديو فيديو مسألته من ضار وهذا دليل قاطع وإحنا يمكن قلنا قوله شوية إذا صار في دليل قاطع بأن أحد المدرسين يقوم بالدروس المصوصية أحنا ما تردد باتقاذ القرار المناسب فيريد تعطينا هذا شرط كسف ما دي شرط أختم محمد عندها شرط كسف ويريد تعطينا وخشف فسحنا بالبداية أحنا قلنا ترى أيضا ظاهر ندرس هيا الله يعني تعتمد على الضمير نعم وعلى رقابة الذات نعم يعني فيه مدرسين بس حنا شو نتتبعهم إذا ثبت هاي الأخت المحمد الآن تقول أنا يدرسون بنات حمتي أو بنات أو أقرب أو أقرب خلتي ويا بنات حمت أو بنات خلط يقول الله فلان من المدرسين هو اللي وصلنا البيت وقع اللي درسنا وهذا شريط فيديو وهذا شريط كسف إذا ما اتخذنا القرار نكون مخطئين سيد جاسم ما تفسيرك للدروس الخصوصية هي حقيقة أنا إذا بظيف على موضوع الدروس الخصوصية إضافة أنا أعتقد أنه ولي الأمر لدور إحنا بالأمكان حقيقة أن حد من هذه الظاهرة وبشكل كبير إذا قدر ولي الأمر يتفهم السلبيات الناتجة عن هذه الدروس إحنا نعرف ولي الأمر قد يلجأ إلى مدرس خصوصي لابنه إذا شعر أن ابنه عند ضعف عام في مادة ما مضطرا يعتبر نفسه مضطر مع لأنه هناك وسائل أخرى بإمكانه يلجأ لها لمعالجة الضعف اللي عند ابنه هلأ وجدت الوسائل هذه المديلة هي موجودة موجودة في المدرسة في مدرسة ابنه وهناك في دروس تقوية أصلا تنظم داخل المدارس إضافة إلى أنه ممكن في حال تبليغ اللي ناظر المدرسة رح يأخذ بعن الاعتبار الضعف عند ابنه ويصبح هناك معالجة خاصة للطفل لأنهم أصلا شخصون الضعف اللي عند ابنه أكثر المدرس الخصوصي إنما حقيقة انتشار هذه المشكلة أنا أعتقد ولي الأمر لا دور فيها لابد أن يأي السلبيات اللي ممكن تنتج عن الدروس الخصوصية ولا يتفاعل معها ولا يتعطاها إطلاقا وأتصور أيضا الإغراءات المادية التي تأتي للمدرس الخصوصي فيه مدرسين محجوزين مشار واحد أعتقد السادة خالد وما يتحصل لك مكان عندهم أيضا فأنا إذا أذنت لي بغضيفة فأنا 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 أتحصل ممكن بس ملاحظة لما نتحدث عن دروس الخصوصية طبعا نتحدث عن الجانب السلبي اللي يؤثر على المدرس وعطاءه داخل المدرسة ويؤثر أيضا على الطالب وتراخيه في الدراسة يعني على أساس أن عنده مدرس خصوصي إنما ترد دروس خصوصية أكو جانب إيجابي للأمانة يعني لو فقط الجانب الإيجابي أخذ فيها يمكن نحن أيضا ما أتصور يعني راح يكون في نوع من اتخاذ القرارات للحازمة يعني لو ما أثر على عطاء المدرس وما اتخذ كمهنة وكتجارة هو اللي حاصل الآن أن الدروس خصوصية متخذة كتجارة ناش مليونة منه ناش مليونة بس فعلا هناك بعض الطلاب وضعهم وقدراتهم يحتاجون إلى درس درس يعني يستدعي أن هذا القدرات هذا الطالب أو هذا التلميذ قدراته تستدعي من يعينه وممكن ولي أمره يعني يستعين بأحد المدرسين من خارج نطاق المدرسة ممكن يستعين بأحد المدرسين أو بأحد الحقيقة المتقاعدين ليعين ابنه ترى هذه أيضا ما في شيء الأمانة وترى ومعظم دول العالم فيه مدرس ما يسمى التوتر تتصور يعني مساعد يعني يعني يعين هذا يعني لو كان هذا فقط الجانب يعني المدرس لحالات خاصة لطالب قدراته أو إمكانياته أحيانا ترى بعض الطلاب لظرف مرضية خلنا افترض طالب يعني صار لظرف مرضي انقطع عن الدراسة ما يقارب من حوالي 15 أو 20 يوم خلال فترة هذه فاتل شيء كثير فما المانع لو يا مدرس وقدم له مساعدة أو خدمة بحيث يخليه يعني يستطيع يلحق بزملاء داخل الفصل احنا فقط لنحاربها ظاهرة الدرس غصية اللي هي عبارة عن تجارة عن وسيلة أيضا لتنجيح الطالب المدرس هذا يعرف هذا الطالب ويدرسه الصبح في المدرسة ويدرسه بالليل وممكن نجحه خاصة في مدرس المقرارات عملية النجاح والرسوب تعتمد على المدرس إذا كان المدرس يدرسه داخل المدرسة الصبح ويدرسه بالليل تقتمع راح نجحه راح يعني يعطيه الدرجة لأنه خلاص أصبح فيه نوع من يعني سقطت الكلفة فيما بينهم وسقطت العلاقات اللي هي ما بين المدرس وما بين تنميد لا يكون في حاجز ما بين المدرس لأن المدرس له وضع والتنميد أيضا له وضع فسقطت هذه الاعتبارات سقطت الكلفة المدرس لن يتردد في نجاح الآن تطورت عملية العرض عن المدرس الخصوصي الصحف بعض الصحف خصة هالأيام الفتح مدرس خصوصي ولا حط بيجرة ولا 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 يعني ما له الحيلة فليحتال ناخد تلفون نشوف الموضوع اللي بعده هلو 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 عليكم السلام أختي لو سنحتوا بغير تطرح عليكم مو سؤال أنا شكوة أنا أدرس بالمحة التجاري الدبتور اللي يعطيني بالمحة التجاري ييني البيت نعم يعني تصور هو مقاعد يفهم هناك فأيني البيت لأنني أنا مقاعد أفهم منه بالمأحد وبالبيت فهمين منه اي والله يفهم عموما المحة التجاري هذا يتبع لهاي العامل التعليم التطبيقي ولكن أيضا نشوف ظاهرتنا المدرس ليش ما يدرس بالمدرسة عدل ويدرس بالبيت تمام لش 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 يغبض يغبض عشر كم تعطينا على الحصة خمس ساعة خمس ساعة يغبض يعني الساعة وما عاش يمكن ما عاش يكون قليل في العمل مجال العمل هذا اللي أشار لأبو ناصر حقيقة نعم يعني تصور يعني لا يقول إذا بعد زدت أنا الساعة رح تدفعي لزيادة ونت الدفعين ونتي تضحكين طب والله مقصوبة أنا إذا ما أسميناك حرام طب ليش ما تحاولين تفهمين بالكلية لأنه ما يفهم أنا يبتهني البيت فهمت منه فهمت منه اي وبعدين بغت 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 أقول شغلة طيب عطيل خمس ساح شوفين منه بين الكلية ما يصير والله كان زين أنا العنوى خنشوف رأي نعم أختي بغت أقول بعد شغلة أنا عندي اسم دكتور موجود بالجامعة أسماء الدكاتر نحتفظ فيها الآن نأخذها منك بعد البرنامج نعم بس أساسي تتأكد أنا ما قاعد لا أحنا أختي مصدقين تشو هذه الظاهرة موجودة ولكن نشوف ليش هذه نقطة جيدة أختيت أرتيها أنا أقول لك هو شغال بالضبط شغال قال لي أنا أقعد أقعد مع الدكتور أبو قتيبة أحمد الربعي مكتبة وقاعد نسوي الامتحانات مالة الثانوية العامة مزين وأنا إن شاء الله قبل الامتحان بشم يوم الحين درسي من المذكرات هذه قبل الامتحان بشم يوم رح أطيك ثلاث أوراق هذه رح تتخب الامتحان أنا بس أرفردكم لهذا شلو مخايف لو يعلم بحيد خلينا نشوف رأيي الأستاذ خالد لا أعرف أخي على إزعاج لا ما من إزعاج أختي شكرا شكرا هو طبعا محمد ربما لا تعليق على درسي بس أنا فقط لي تعليق على الفقر الأخير اللي أضافتها أن هذا الدكتور يقعد معه مع وزير التربية ويعمل امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة ما يعملها إلا العاملين في وزارة التربية صحيح كان في نظام بالعوام السابقة أن امتحاناتنا يشترك فيها أساتذة من جامعة الكويت بس من هذا العام ربما من العام الماضي من العام الماضي أعمال الامتحانات وأسئلة الامتحانات مقصورة على الأساتذة على العاملين بوزارة التربية فقط نعم فكلام اللي تفضلت في مع تقدير اللي تفضلت في كان في الشابق يمكن أولا ربما أيضا دكتور ينقل لها صورة خاطئة ربما هذا الدكتور لمصلحة ما يعطيها معلومة مغلوطة اللي يعمل انتحانات موجهين وزارة التربية أساتذة وزارة التربية العامين وزارة التربية وليس للجامعة أي علاقة في انتحاناتهم العامة هو حقيقة يمكن قضية مدرس اللي قالت عنا يحضر عندها في البيت وتكلفة الحصة على قولتها 15 دينار وما العلم أنه ما تفهم منها قالها يمكن مناصب البداية الحقيقة هي قضية ضمير وما أعتقد أن الإنسان ضمير حي واعي يعطي إذا كان فيها مكسب مادي أو ربح آخر غير منخولة شهري وفي حال عمله الواجب على أن نقوم فيه بالشكل المطلوب ما يعطي مثلا خيلها لمن يعطي الحصة بـ 15 خلي درشلة باليوم خلنا نقول أربع حصص الأسف صار مبالغ فيها 60 دينار اليوم كنز هذا دياية تبيض ذهب وإذا صاره ثلاثة بدل ما يأخذ 15 ممكن يأخذ 40 أو 45 أو يخطط شوي يعني خلي أخذ ثلاثة غصار يأخذ وعطى المسألة يأخذ وعطى طبعا أيضا نقعد در يعني على الأسف على بعض اللي هما نتمنى أن هذه الظاهرة إن شاء الله تختفي بتشجيعكم للمدرس وزيادة الراتب أعتقد أيضا الحوافز يعني نحن بيودنا الحقيقة نحن نعطي المدرس يعني راتب أفضل من الراتب ليأخذ استعرفها يتحكمها ضوابط تحكمها مجلس الخدمة المدنية يحكمها يعني أنظمة المالية نعم ننتقل للجانب آخر وشك وموجودة على الدوام سيد خالد قضية تعيين المدرسات والمدرسين كذلك تلقى ساكن الفيحة تعين في الجهرة وبالأحمدي ساكنة بالخالدية تعينت نفس الشيء هل تيبون مدرسات الجهرة تعينونهم بالفيحة؟ لا ليش؟ الجهرة محتاجة هو الشف وهذه طبعا واردة وكثير ما نسأل فيها في وزارة التربية أنه والله هذا المدرسة أو هذا المدرس ساكن في مشرف وتعينونا في الأحمدية ساكن بالخالدية تعينونا بالخالدية هي القضية معتمدة نوع من ميزة توازن بين المناطق التعليمية أنت الآن إذا صار عندك نوع من الوفرة في منطقة العاصمة التعليمية واستقبلت خريجين جدد هل من المناسب أن تزيد هذه الوفرة ووفرة أخرى بينها منطقة الجهرة ومنطقة الأحمدية بحاجة خلف ترض أنت عندك أخت وأنا عندي أخت أنت أختك تقدمت لوزارة التربية وعيناها وزارة التربية حسب النظم واللوائح عيناها في منطقة الجهرة التعليمية وقبلت قبلت أنها تكون في منطقة الجهرة التعليمية ودرست سنة وسنتين وثلاث سنوات وأنا أختي تخرجت هذا العام ورحق وزارة التربية وقابلت المسؤولة في وزارة التربية عينها في بسكن موقع عامل قريب من سكنها ما رح تحتاج عليه بتقول لي أنا أختي تعينيت فوزارة التربية الآن أولا ما تعين في المناطق إلا بعض التخصصات المحتاج اللي يعني في وفرة في المناطق القريبة مثل يعني مجموعة الاجتماعيات مثل ما قلنا وأيضا مجموعة الأحياء ومجموعة الرياضيات يعني هذه فيه داخل العاصمة وداخل المناطق القريبة فيه أعداد من مدرساتنا الكويتيات بينها ومنطقة الجارة بتحتاج النقطة الثانية حتى نتيح فرصة للي قبلوا أنهم يروحون لمناطق البعيدة وقضوا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ومثل المثل إضربت لك ممكن نستخدم من أن نقربهم إلى موقع سكنهم أو إلى مناطق قريبة ويروحون الخريجات الجدد إلى مواقع العمل البعيدة بس أيضا أنا بقول شي ترى الكويت كلها دولة صغيرة يعني أبعد منطقة في الجارة تعرف كثير تأخذ من داخل الفيحة والخالدية ثلث ساعة يعني ترى ثلث ساعة لا ما راح أقول ثلث خلأ أقول نص ساعة لا خلأ يكون أكثر من نص ساعة يعني أربعين دقيقة هذا أقصى حد لحمدي يمكن ترى هذا أقصى حد خلنقول والله مدرسة متى بتروح بسيارتها أحسن ترى بالوزارة التربية مع محددين سيارات تنقلهم في مركز تجمع يعني ممكن مدرسة تروح إلى مركز تجمع إذا كان بتروح للجارة في مركز تجمع في منطقة العدالية قرب مدرسة قرناطة في سوبربن وكيف ونظيف نحسن ما يمكن توقف سيارتها في منطقة العدالية وتركب السوبربن وتروح للجارة فهو مو القضية القضية تبعد دلع يعني ولا ما بيقول دلع لكن الإنسان يعني يحبون يكون قريب بس إحنا فقط ثمان أخي أبو خالد إحنا ما نعينهم في المناطق البعيدة رغبة مننا في تعينهم في المناطق البعيدة طب البعض يقول ما دمتم تقومون باستقدام بعض المدرسين والمدرسات من الخارج فلما لا يتم تعينهم في المناطق البعيدة وتقريب عيال الديرة للمناطق القريبة يقال يعني والرأي لكما سيد جاسم هو يمكن قال أبو ناصر إحنا أصلا ما نعين من الخارج تخصصات متوفرة داخل الكويت من المدرسات الكويتيات أو المدرسين الكويتيين ما يتم تعين حقائهم الخارج طالما أنه في وفرة بدأ من الخارجات سواء جامعة الكويت أو كل التربية الأساسية إنما اللي قاعد نجلبها من بره يعني اللي نتعاقد معهم من بره هم تخصصات محتاجينها مجمالا في كل المناطق بس حقيقة أنا أتقل بو ناصر وفة في موضوع وفة وكفة نعم أنا بس بغي فهذه فضل احنا العام الماضي احتجنا مدرسات للعاصمة تعرف لمنطقة العاصمة يعني نصبح بنوع من يعني معظم الشباب انتقلوا للمشرف وإلى بيان وإلى الآن لقرين وإلى مناطق يمكن أبعد من مشرف العام الماضي احتجنا مدرسات لمنطقة العاصمة تعرف أنه وجدنا صعوبة عشان نيب بعض التخصصات لمنطقة العاصمة التعليمية حبانه من منطقة الفروانية ونقلناهم وجدنا عنت ومشقة وصعوبة في إقناعهم للتدريس في العاصمة في العاصمة مع أنه مدرسين العاصمة مدللين يقال سيد جاسم أنه جدولهم خفيف مدير مرتاحي محمد مدير عام منطقة العاصمة إن شاء الله كل مدرسين مدللين بإذن الله بس هي فعلا تمر ظروف في عام جراسي نجد أن هناك تخصص معين تعاني من منطقة العاصمة تعاني من عز بهذا التخصص فنعرض طبعا شين هي الرغبات اللي موجودة بالفروانية بالجهرة بالأحمدي ونعطي طبعا الأولوية للناس اللي تشتكي من بعد مدارسها فعلا اللي حصل في العام الماضي أو البداية العام الحالي حقيقة بداية العام الحالي إنه ما قدرنا نستقطب المدرسات بالذات البعاد خلاص فضلوا البقاء في منطقة الأحمدي ومنطقة الجهرة لأسباب يمكن تعودوا على الإدارة والناظرة وكوّنوا صداقة يمكن إنما حقيقة المدرسين أعتقد تعاملهم واحد في جميع المناطق ونحن أيضا بالملاسبة ترى من كل عام دراسي بشهر أبريل نرسل استمارات للمدارس الراغبات بالنقل من مناطقهم إلى مناطق أنسب أو مناطق قريبة من سكنهم ونفرز هذه الراغبات في فترة الصيف ومن يعني استطيع أن نحقق رقبته نحققها بلا شك بلا شك وانا أرجو أن يعني طيب على ذكر الواسطة نحن ما نحاول نحن ندخل قضية الواسطة طيب أنا اليوم وأنا أرجعكم في الوزارة سيد خالد صباحا وجدت أحد الأخوة المرشحين يقف في مدخل الوزارة وحوالي مجموعة من أبناء دارتنا في بداية يوم شفتهم من بعيد قلت ممكن ديلة طلبة الجامعة يأخذون فكرة عن مباني وزارة التربية أو وفد خليجي ولما قربت وأنا داشت من أبناء الوزارة تيقلن هذا شخص أحد المرشحين في أحد المناطر وحوالي مجموعة وهو يوزع فيهم يا فلان تروح انطرني عند المدير الفلاني انت انطرني عند الوكيل الفلاني انت انطرني المقال وفعلنا سمعتهم اليوم هذا الحج الساعة تسعة صباحا الواسطة شغالة عندكم أشوف بدت تشتغل بالتربية هي حقيقة بمحمد اللي شفت انت اليوم موجود في التربية وأكيد ابو ناصر أحق بالرد عليه بس احنا نشوف غضية الواسطة أحيانا إيلك مثلا طلب من أحد الإخوان يقول لك والله يريد فلان يتقرب أو يريد فلان تتقرب احنا نعتمد على طلبها يعني هو فلان إذا كان في طلب نقل لأحد المدرسات أو أحد المدرسين ما في مانع إذا كان فيه امكانيا لبيه بس بشرط لا يسبب ضرر للآخرين أو أن احنا ما نجدم رغبتها على إنسان قبلها اللي افترضنا أن مثلا أنا عندي مجموعة من المدرسين المدرسات اللي يدرسون في مدارس الدوحة وصلة بيقات وسكانهم غريب يمكن في كيفان يمكن في الشامية هذا اللي يطلبون سنويا أن نقرب مغر عملهم نقربهم إلى مدرسة أقرب الناب واسطة يعني الكل يتصل يعني أهم أو أحد أقاربهم أحد ما عارفنا بإدارة هذا مرشح على فكرة ما هو نائب مرشح هذا مرشح وحقيقة الكل يسعى يعني النائب أو مرشح الحاصل أن أنا ما أقدر مثل أنقل أو أقرب مدرسة تم طلبها للنقل في هذا العام أو تعينها في منطقة بعيدة نوعا ما في هذا العام ما أقدر أقربها وفي من يسبقها في الطلب ما أقدر أتجاوز هذا لكن والله إذا كانت أتيحت لها فرصة أنها تنتقل وما عندي غيرها وصاد في ذاك المكان لماذا لا يوجد دائرة ما في مال هل الظاهرة اللي شفتها اليوم أكيد تتكرر على أكثر من جهة أبو خالد هي تتكرر كيف تقابلونها طبعا أولا يعني نستقبل نحن المراجعين سواء كان مرشح أو كان أو حتى كأولي أمر يعني نحن تعرف وزارة التربية في مؤسسات الدولة تستقبل ومليس من حقنا أن نحن نرفض مقابلة المراجعين بس لاحظوا بخالد أنت لما قلت قلت رأيت أحد المرشحين وهذا الرؤية رح تجدها بوزارة التربية بجميع الوزارات بجميع الوزارات أنا شفت بعيني محدش ألي هل هذه الرؤية التي تفضلت فيها حقق أو هل الشخص الذي دخل وزارة التربية حقق الواسطة التي تتحدث عنها أنت رأيت شخص ويمكن لو يتباشر ما تبعت الحقيقة ويمكن لو يتباشر ستشوف شخص آخر وحي ترى يوميا يمرون علينا سواء يمر مكتبي ومكتب الوزير ومكتب الوكيل يوميا وأيضا ترى في حالات لما نأيي شخص ويشرحها لك تكون أيضا مقنعة مقنعة وليش لا إذا كانت مقنعة أو استطاعتنا من خلال هذا الطرح أنك تلبي حاجة المراجع بالعكس أحنا فقط ويمكن الكلمة اللي قالها أبو محمد بحيث لا يكون تحقيق طلب لشخص على حساب شخص آخر أو يتضرر منه شخص آخر سننتقل عزيز المشاهد إلى موضوع القبول في مدارس رياض الأطفال المعروف حسب معلوماتي أنه لحد تاريخ خمس ساعة ثلاثة إلى خمس ساعة ثلاثة يقبل يعني نفرض أنه واحد مولود في خمس ساعة ثلاثة الساعة 12 بالليل بالضبط أي وواحد ثاني مولود في خمس ساعة ثلاثة فجر 16 ثلاثة الساعة 12 دقيقة معناته حسب على 16 ثلاثة معناته لا يقبل ليش ما يقبل هالنقاط سنعرفها بعد ما نأخذ هذه المكالمة ألو ألو السلام عليكم أهلا أختي ممكن أكلم السيد خالد الأستاذ خالد صليهم الوكيل المساعد لشؤون تعليمي سمعش الآن أيها السلام عليكم أهلا أخي السلام عليكم أهلا أختي السلام عليكم أهلا أختي السؤال بالنسبة للمواليد خمس ساعة ثلاثة رياض الأطفال نعم أنا بنتي مواليد 26 ثلاثة فأنا عرف أن القصد من القرار هذا أن الأطفال يدخلون الروضة يكون عمرهم ثلاث سنين وستة شهر وأنا بنتي خلال شهر ثلاثة أو 26 ثلاثة تكمل ستة سنين وستة شهر فالقرار ليش ما يشمل كل مواليد شهر ثلاثة يعني تفرق عن خمس ستائش ثلاثة أو ستائش ثلاثة فما فوق وبعدين أنا العرف أن القصد مننا أو الحكمة مننا أن الطفل يدش التدائية خمسة ونص يعني في حالة أن بنتي ما رح تقبل هالسنة لرياض الأطفال رح تدش أولى تدائي ستة سنين ونص فما أدري شين ورد حضرتك يعني أنا عرف أن القرارات لازم تكون يعني يعني عفوا تكون منطقية شكرا أخت ابتسام على هذا السؤال شكرا على هذا السؤال وهو في الواقع على سؤالك يعني عايق تقول ستة وعشي ثلاثة أنا قل دقيقة اي قل دقيقة قل دقيقة يعني يعني الدقيقة الأولى من فجر يوم ستة عشي ثلاثة وليس ستة عشي ثلاثة يا ابتسام هو ربما أيضا أبو محمد قد يعطي أيضا إضاحة أكثر راحول هذا الموضوع بس أنا أحب أقول لي أي عمل لا بد تضع للنظام أي عمل لا بد تضع للنظام فأحنا من قلنا ثلاث سنوات ونص واخذنا المعيار خمسائش ثلاثة بحيث ستة عش ثلاثة ما يحق له خمسائش ثلاثة فما دون يحق له دخول يعني من سنة ثلاثة وتسعين محمد بالنسبة للأطفال بالنسبة للأطفال مواليد خمسائش ثلاثة ثلاثة وتسعين يصل إلى ثلاث سنوات وستة أشهر أنا الحقيقة بس أحب أوضح يعني ليش إحنا يعني تقيدنا في هذا القرار للمتساع الأخت وما تجاوزنا بحيث ستة عشي ثلاثة لأن القضية لو أنت يقل ستة عش ثلاثة يقبل لو قلت بستة عشي ثلاثة يقبل معنا هذا راح ييك لمواليد سبعة عشي ثلاثة يقول أنا باجي ليهم ولو قابلت بسبعة عشي ثلاثة بييك ثمانة عشي ثلاثة يقول أنا باجي ليهم بيك سبعة عشي أربعة فبتو العملية فأنت لا بد أن تضع لها حد نعم نحن بالعكس كان أول القبول في المرحلة التداية ست سنوات نزلنا من ست سنوات خمس سنوات ونص نعم ست شهر وهم مع هذا نحن من تهين السنة متى تقبلون أستاذ جاسم مواليد كم للابتدائي ومواليد كم للرياض الأطفال طبعا رياض الأطفال اللي هم مواليد خمس ستعش ثلاثة وما قبلها ثلاثة وتسعين نعم هذا بالنسبة لرياض الأطفال المرحلة البتدائية أو الصف الأول البتدائي راح يحول الأطفال الموجودين في مرحلة الرياض في الوقت الحاضر إلى الصف الأول البتدائي بالمدارس حسب توزيحهم طبعا في مناطق السكين واحد ما دارس اللي راح يكون الأهمة الأولاد اللي مولودين قبل خمس ستعش ثلاثة أو من خمس ستعش ثلاثة واحد وتسعين طبعا معيارنا احنا في حاطلنا حد له خمس ستعش تسعة من كل عام دراسي يعني نحسبها في خمس ستعش تسعة من كل عام دراسي نشوف كم عمر الطفل اللي يعينه في مرحلة الرياض أو المرحلة البتدائية بس أنا حقيقة بزيد على أن القبول في الأول البتدائي إن كان من الرياض فهو متلازم معاها وماشي يعني راح يقبل اللي عمره خمس سنوات وستة شهر وأكثر من ذلك أقل من ذلك أما الأطفال اللي ما تم تسجيله برياض أصلا وياي بيسجل في أول ابتدائي ما يقبل إلا لعمره خمس سنوات وثمانة شهر وخمس ستعش يوم ثمانة شهر ونص يعني على اعتبار أنه ما أخذ حقيقة فرصة التهيئة ما فيه استثلات إطلاقا إطلاقا ما فيه ولا حالة ما فيه ولا حالة فالحد لا بد أن يكون فيه حد فاصل ما نقوم نتجاوزه ولا ما ننتهي ما ننتهي في موضوع كنتوا تعملون بنظام الحضانة بالأطفال يعني سنة تمهيدية هي مو الحضانة هي حقيقة حتى الأختصائلة نعم كان في يمكن قبل أربع سنوات كنا نقبل حتى واحد وثالثين ثلاثة حتى وعثنا ثلاثة فعلا نقبلهم في رياض الأطفال وكنا نقبل مستمع يصير مستمع ونقبلهم حتى خمستعش تسعة اللي هم ثلاث سنوات نعم كان اسمه مستمع وإن هذا رح يبقى ثلاث سنوات في الروضة أنا أعتقد فيه وحاسين أن حتى الخبرات اللي قاعد يأخذها أنه يمر فيها ثلاث سنوات من الصعب التواصل فيها ففضلنا حقيقة خمستعش ثلاثة نحقق الخمس سنوات ونص ومدة عامين في الروضة كافية ما قيل قبل زيادة وهذا النظام اللي ماشي الآن يعني بعد خمستعش ثلاثة ما لأمل أي مولود حقيقة من ستعش ثلاثة وما فوق يصلي حساب أنه لا يحاول طبعا يقبل بس يقبل الموالد مثلا ستعش ثلاثة الآن لمين إيهني طفل مواليد ستعش ثلاثة شهر أربعة اثنين وتسعين يعني اللي طابت عليه السنة اللي طابت عليه السنة سنة يقبل عاجل يقبل عاجل والفرصة متاحة للكل ننتقل إلى جانب آخر قبل أن ننهي حلقة الليلة سيد خالد تجربة اللغة الإنجليزية في المدرسة الابتدائية ما لها وما عليها والله أبو خالد أنا أتمنى تجربة اللغة الإنجليزية يطول الحديث فيها لكن أنا شايف الوقت ممكن أدركنا وأتمنى أن يصير في لقاء مع بعض الأخوان اللي عايشوا هذه التجربة هي تجربة اللغة الإنجليزية أقرت قبل حوالي ثلاث سنوات بقرار وزاري تدرس في الصف الأول الابتدائي وأول ما أقرت فعلا واجهنا ضغوطات كثيرة واجهنا انتقارات كثيرة ما بين مؤيدين ما بين معارضين طبعا المعارضين وجهة نظرهم بأن هذه اللغة سوف تؤثر على اللغة العربية وأن الطالب في هذه المرحلة قد لا يستوعب ولا يقدر على ثنائية اللغة نحن في الوزارة كان وجهة نظرنا مختلفة أن الأولى الطالب في هذه السن يستطيع أن يكتسب ثنائية اللغة ويستطيع أن يدرس اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية وكان عبارة عن وجهة نظر مختلفة وتضاربة وجهة النظر الآن في نوع من الرضا من معظم اللي كانوا يعترضون علينا إلى جانب الرضا الحقيقة من قبل أولياء الأمور يعني أن صارت في الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي والثالث والعام القالي والثالث ابتدائي والعام القالي مشارعه أيضا نكملها بالصف الرابع استفادين الأولاد استفادة كبيرة جيد أنه يأخذ لغة وهو في سن صغيرة ويأخذ معا اللغة منذ نعومة أضافرة على ما قال لأن معظم اللي خلصونا التنوي عندنا مع الأسف الشديد ورحون الجامعة ما عارفون إنجليزي نعم تجد أنه مستوى ضعيف جدا فهذا أعتقد أخذتوها عن طريق دراسة أستاذ خالد على أعتبار أنه تنمي في اللغة هي طبعا ترى ما أقررت يعني اعتباط أنها كان في دراسات سابقة وتم بحثها بالتوجيه العام وتم بحثها يعني مع بلجان فنية وبعدين دراسة ترى مو قبل أربع سنوات الدراسة صار لها يمكن أكثر من عشر سنوات وأكثر من 12 سنة كانت المشروع والفكرة كانت موجودة في وزارة التربية صار لها سنوات طويلة بس الدكتور أحمد لمنية واقتنع بالدراسات الموجودة واقتنع بالفكرة هو صدر القرار طيب في البداية زادت الشكوى على الآن خفت شوي طبعا خفت الشكوى شوي شوي نحن طبيعتنا أول شيء نحن 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 إلى الآن بالعكس يعني في نوع من التقبل والتقبل يعني المرغوب حول هذه اللغة والآن تدرس بالصفة الثالث العام القادم راح يكون في الصفة الرابع ما في مشكلة ما في مشكلة طبعا إن شاء الله اللغة جيدة في نقطة أخرى ودي أركز عليها قضية الكتبة في الصحف ونوقش الأمر في أكثر من مجال ومنتدى قضية التدريس يقول لك الآن في كثير من الاستقالات في الصفوف الكويتين وبدل ما تكون جاذبة صارت طاردة تعليقك سيد جاسم كمدير لمنطقة العاصمة التالية نعم قضية استقالات مجموعة من المدرسين أو المدرسات خلال عام الدراسي سواء الكويتين أو الغير الكويتين نحن حقيقة في نظرنا وحسب الأحصائيات اللي عندنا فهي طبيعية يعني ما زالت داخل المعيار الطبيعي فما يعني قد يكون مثلا فلسطين الأخيرة لأعداد أكبر من ما هي عليه قبل 15 أو 20 سنة وهذه طبيعية لأنه في نمو في أعداد المدرسين ومدرسات بالمقابل يقابلها زيادة في أعداد المستغلين إنما ما أعتقد أنه زاد الوضع عن الحد المقبول بالنسبة لأننا نحن حقيقة كمسؤولين إضافة طبعا لقضية أن المهنة طاردة حقيقة هنا تدريس مهنة قاسية وصعبة ويمكن اللي ما شف فيها إنسان يمكن عنده دافع ذاتي يحاب المهنة ويقبل عليها الموجودين فعلا هذا اللي قاعد يصيره والمستغلين مو بسبب عدم رقبة لأهم وصلوا حد معين أغلبهم حقيقة متقاعدين يعني أغلب المستغلين عندنا هم وصلوا حد التقاعد 15 سنة بالنسبة خاصة للمدرسات أنا أعتقد أن الأعداد الموجودة منه طبيعية جدا طبيعية بناصر طبعا ما أختلف أنه مهنة تدريس مهنة حتى الآن ليست مهنة جاذبة مهنة تدريس فعلا من المهنة الشاقة ومهنة تحتاج إلى الجهد تحتاج إلى تعب ونتمنى الحقيقة في يوم الأيام أن تكون مهنة تدريس جاذبة مهنة جاذبة وأنا بس أذكر بيت شعر يمكن إذا أرنت لي تفضل حول هذه القضية أو يعني هم بيت أويتين نعم كنا نتذكر بيت شوقي قوم المعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة نعم وهذا بيت الحقيقة مشهور بس البيت اللي يمكن مو مشهور نعم رد إبراهيم طوقان إبراهيم طوقان على شوقي على شوقي ماذا قال طوقان لما قال شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيلة ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولة وطبعا هو قال قصيدة طويلة وقال فيها آخرها يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلة إنه قال فيها حسب المعلم غمة وكآبة مرأة دفاتري بكرة وعلى هذه الحالة هو طبعا هذه الغذية تحكي معاناة المدرس وأنا الحقيقة بس حبيت أذكرها لأن أحب أوضع أن مهنة تدريس ليست مهنة جاذبة في الوقت الحاضر أو في ظل هذه المعطيات لأن الموظف أو الخريج ليش أنا أروح مدرس أنا ربما تتاح لي فرصة في مؤسسة في وزارة في قطاع خاص أحصل على فرصة أحسن نعم فرصة ترقي أفضل بينما التدريس المرتب غير يكون أقل فرصة ترقي قد تكون أقل فأحلى الحقيقة نعمل أن في يوم الأيام يقر نظام أو قادر المعلمين يحقق لهم راقبتهم عزيز المشاهد في ختام حلقة هذه الليلة من برنامجك ضيف الأسبوع واللي إن شاء الله نعمل أنه قدرنا نغطي النقاط الهامة التي تشغل بال الأخوة الطالباء والطالبات ومدرسين ومدرسات ومدرسات وكل منتبعنا باسمك في ناتة هذه الحلقة نشكر الأستاذ خالد ناصر الأصليم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية بناصر شكرا والأستاذ جاسم محمد العمر مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بناصر شكرا وحتى نلقاك في الأسبوع المقبل قبل هذا الوقت بساعة نقول لك مع السلامة ونلقاك لأسبوع الياء وشكرا وشكرا لكم اشتركوا في القناة وشكرا لكم